إذن الآن رح نبدأ نحنا بـ Topic 3 اللي هي موضوعها Problem Solving and Algorithms اللي هي حل المسألة والخوارزمية حل المسألة والخوارزمية عند الآن أول شيء Introduction Developer write a program, computer programs which are used several times by different users الآن في عندنا المطورون أو developers أو programmer يكتبوا برامج computer يكتبوا برامج يعني computer بلغة برمجة أكيد هم الآن بتعاملوا أو بستعملوا لغة برمجة زي لغة الـ Python أو لغة الـ C++ أو لغة الـ C Sharp أو لغة الـ Basic أو لغة الـ Assembly Language أو حتى بنحكي عن الـ Machine Language طبعاً أيام زمان لما أحكي عن الـ Machine Language أو على الـ Assembly Language هاي اللغات كانت زمان كثير مستعملة لكن هلأ طبعاً الاستعمال لإلها صار كثير قليل والآن الناس عم بتبرمج عن طريق الـ C++ أو عن طريق الـ C Sharp أو عن طريق الـ VB أو عن طريق الـ Python في الآن المطورون عايةً بكتبوا مجموعة برامج computer ولما يكتبوا برنامج يعني computer بتم استخدامه عدة مرات من قبل عدد كبير من الناس يعني أنت الآن عندك برنامج الـ WhatsApp هذا البرنامج تم إنشاؤه من حوالي 12 سنة فقط وأظن القصة أنت أغلبكم عنده علم فيها أنه الناس اللي عملوا البرمجية هاي أو هذا التطبيق اللي هو تطبيق الـ WhatsApp الآن غالبيتنا بتعامل معاي يعني يومياً من حوالي 12 سنة فقط والناس اللي أنشأوا وقتها يعني في قصة طبعاً أظن عندكم علم فيها قدموا لطلبات توظيف لشركات أمريكية كبرى والشركات رفضتهم فهم الشباب عملوا تطبيق وطوروا وحسنوا إلى إن صار تطبيق مشهور جداً وبعد هيك تم بيعه يعني ما يسمى بيعه بمبلغ عالي جداً 16 أو 17 مليار دولار هذا الحكي من فترة فهذا عبارة عن تطبيق يستخدم القبل كثير منه ونستخدمه مرات كثيرة جداً وغيره يعني في عندك تطبيقات ثانية وعندك بروغرامز ثانية الويندوز مثلاً لأن غالبتنا بتعامل مع الويندوز هذا عبارة عن مجموعة يعني شو بروغرامز مثلاً الأوفيس أنا الآن عم بعمل يعني بريزنتيشن عن طريق 마يكروسوفت أوفيس هذا كمان عبارة عن كومبيوتر يعني شو بروغرام عبارة عن سوفتوير عم بنتعامل مع الزوم الآن إحنا عم نعطي محاضرات عبر الزوم كمان الزوم يعتبر بروغرامز يعتبر برنامج فالآن في عندنا مطورون أو عندنا بروغرامرز هما بيكتبوا الكود تبع البرامج سواء كان برنامج صغير جداً زي البرامج اللي ممكن بعضكم الآن يكتبها بالبيثون أو برامج بتكون كبرى يعني كتطبيقات كبرى زي مثلاً الويندوز بالفيرجنز اللي لقيله أو مثلاً كبرنامج الزوم أو برنامج الواتس أب هذول كلهم عبارة عن برنامج بيكتبها مجموعة من الناس لأنه بيكون عندك تطبيق ضخم عايةً اللي بيكتبه مش اللي بيكتب الكود تبعه مش مبارمج واحد لا بيكون عايةً مجموعة 20-30-40-100 قد يوصل لألف قد يوصل لألف يعني في بعض الفيديو جيمز بيطوروها ديفلوبر بيكون عدد الديفلوبر حوالي ألف ديفلوبر أو ألف بروغرامر ألف بروغرامر وكل واحد فيهم بيكتب كود بيعمل إشي معين بعدها بيجمعوا هذا الكود كله فبطلع عندهم ألعاب ضخمة جداً وبتم بيعها لمبالغها إلي جداً بروغرامر design to solve specific task الآن أي برنامج بتم كتابته عايةً الهدف منه هي حل مسألة معينة أو حل مشكلة معينة يعني بيكون له هدف فيه له هدف سواء كان نظام تشغيل أو كان تطبيق أو كان تطبيق chatting أو كان تطبيق للا e-learning إلى آخره هاي كلها عبارة عن تطبيقات الهدف الها هدف معين أوكي الآن أي برنامج بتم كتابته عايةً بتم كتابته بنان على algorithm بنان على خوارزمية بحيث بمروا بمجموعة مراحل لحل المسألة بحيث بمروا بمجموعة مراحل لحل المسألة وهذه الإشي نحن راح نوصل لإله بأن موضوع هاي الوحدة هي موضوع algorithm موضوع algorithm algorithm اللي هي عبارة عن الخوارزمية اللي هي خوارزمية وإذا أنا بدي أعرفها هي عبارة عن step by step for problem solving يعني هي عبارة عن خطوة تلو الخطوة لحل المسألة خطوة تلو الخطوة لحل المسألة أو عبارة عن مجموعة من الخطوات لحل المسألة مجموعة من الخطوات لحل المسألة أو لحل المشكلة هاي عبارة عن algorithm زي أنت الآن مثلا يعني بدك تعمل أي شغلة بسيطة مثلا طلب منك والدك أنك تشتري أغراض من السوق فأنت مباشرة تصر في طريقة يعني مباشرة تتخذ مجموعة إجراءات بتأخذ منه يعني مصاري أو بتدبر حالك بمصاري بتلبس ملابسك بتطلع بتخطط تحكي أنا بدي أمر على المحل كذا عشان أشتري منه الأغراض هاي أمر على محل ثاني أشتري منهم أغراض إلى آخره فأنت الآن وضعت مجموعة خطوات لحل هاي المسألة ونحن الآن كبشر عادة نقوم باتخاذ قرارات عادة نحن نقوم باتخاذ قرارات وبنمر بمجموعة هي مراحل عشان نحل أي مسألة عشان نحل أي مسألة كمان الآن لما تكون أنت مبرمج أو تكون تشتغل ضمن شركة والمدية تبعك يحكي لك أنا بدي برنامج يقدل آتي أو أنا عندي مشكلة بالشركة المشكلة هي واحد اثنين ثلاثة فبيحكي لك هذا الشيء أنت الآن مطلوب تضع algorithm أنت الآن مطلوب تضع خوارزمية تحكي شو هي الخطوات اللي أنا بدي أمشي فيها عشان أحل هاي المسألة أو عشان أحل هاي المشكلة فالalgorithm هي عبارة عن مجموعة خطوات لحل المسألة مجموعة خطوات لحل المسألة فهي هي عبارة عن الآن البرنامج لما تم كتابة أي برنامج يعني كمبيوتر بتم كتابته بناء على الalgorithm يعني الديفلوبر أو البروغرامر بداية لما بنعرض عليه مسألة معينة مشكلة معينة بروبلم معينة هو الآن الديفلوبر بفكر بالخطوات لحل هاي المشكلة فهو بضع أول شيء الالغorithm بضع بداية الالغorithm بعد ما يضعها وتكون الالغorithm طبعا إلها يعني مواصفات معينة بعد ما يضعها بيحولها إلى برنامج بيحولها إلى برنامج أو يكتب برنامج بناء على الالغorithm وهذا البرنامج بتم كتابته طبعا عبر لغة برمجة زي لغة البايثون أوكي فهذا هو تعريف الالغorithm طبعا التعريف رح نأخذه بالتفصيل لبعدين الآن رح نبدأ بيوتز بروغرامنج لانجوج ايش هي لغات البرمجة ايش هي لغات البرمجة بروغرامنج لانجوج هي عبارة عن هي عبارة عن اسلوب اعطاء الاوامر للكمبيوتر هو عبارة عن اسلوب أو وسيلة عبرها أنا بعطي اوامر للكمبيوتر أو أنا بمثل الاوامر للكمبيوتر فلاحظ معي استاندرايز ايها كومنيكيشن تكنيك فور اكس بريسنج انستركشن تو كمبيوتر هو عبارة عن اسلوب أنا عبره بقدر اني أعطي اوامر للكمبيوتر وفي عندنا الآن هنا مصطلح الانستركشن هذا مصطلح رح يمر معكم كثير الانستركشن اللي هي عبارة عن الامر او التعليمة عبارة عن امر او عبارة عن يعني شو تعليمة فالكمبيوتر بنفذ انستركشن الكمبيوتر بنفذ انستركشن الكمبيوتر ما بيفكر الكمبيوتر ما بيفكر ابدا هو بتعطيه اوامر انت فهو الآن بيقوم بتنفيذها هو الآن بيقوم بتنفيذها نحن الآن نسمي اوامرنا يعني للكمبيوتر بنسميها بانستركشن انهاي عبارة عن اسلوب انستركشن عبارة عن مجموعة تعليمات او عبارة عن مجموعة اوامر اللي هي بتكون البرنامج الانستركشنز بتكون ممثلة أو أنا ممكن أحكي عنها إنها عبارة عن برنامج أنت الآن لما تعطي برنامج للكمبيوتر مثلا يجمع لك رقمين ويعطيك الـ average لإلهم أنت الآن ممكن تكتب برنامج بالـ Python البعض منكم إذا أخذ الـ Python هلأ أو أخذها من قبل ممكن تكتب لي برنامج إنه يقرأ رقمين ويعطينا الـ average اللي لقلهم يعطينا المعدل اللي لقلهم فأنت الآن بتكتب كود هذا الكود عبارة عن تعليمات عبارة عن أوامر هاي الأوامر بيقوم الكمبيوتر بتنفيذها وبعد هيك بيعطيك النتيجة الآن الـ programming language هي عبارة عن اسلوب أو طريقة أنا عبرها بقدر أني أعطي الكمبيوتر الأوامر هي عبارة عن طريقة أنا عبرها بقدر أن يمثل الأوامر كيف نحن الآن عندنا مثلا لغاتنا أنت بتحكي لغة عربية أو بتحكي لغة إنجليزية أو لغة فرنسية هاي اللغة عبارة عن مسيلة أنت عبرها بتتواصل مع الناس إذا كان واحد مش بتعلم ولا لغة يعني طبعا هذا الشيء يندر إذا كان واحد عايش يعني يعني هو صغير عايش بغابة مثلا هذا رح يكون صعب إنه يحكي فاللغة اللي نحن الآن عم نحكي فيها هي عبارة عن وسيلة مخاطبة أنت الآن عشان يتتخاطب مع الناس تحكي معهم باللغة العربية وبتحكي معهم باللغة الإنجليزية الآن الشيء نفسه هنا بالنسبة للغة للغة اللغة اللي برمجة أنا الآن بدي أتخاطب مع الكمبيوتر أو أنا الآن بدي أوصل إشي للكمبيوتر أدح أوصله كيف عن طريق لغة البرمجة عن طريق اللي هي بروغرامنج لانجليز عشان أعطيه إنستركشن أو عشان أعطيه أوامر بحيث يعني الكمبيوتر يقوم بتنفيذ هاي الأوامر Just like human language but with its own syntax and grammar متل ما حكينا هلأ لغات البرمجة زي لغة الإنسان لكن إلها syntax وإلها يعني grammar إلها syntax وإلها grammar اللي هي إلها إملاء وإلها قواعد خاصة فيها إلها قواعد خاصة فيها زي ما أنت الآن لما تحكي باللغة العربية في عندك قواعد في عندك syntax في عندك يعني grammar في عندك إملاء فبدك تلتزم فيهم عشان الطرف الثاني يفهم عليك نفس الشيء الآن أنا إذا أكتب برنامج بلغة البيثون لابد إني أنا أتبع syntax أتبع إملاء اللغة وأتبع يعني هذا القواعد اللي لإلها القواعد اللي لإلها لأنه إذا خرقتهم ما رح يعني رح يكون البرنامج تباعي في أخطاء رح يكون البرنامج تباعي في أخطاء إني بلبرنامج تباعي إني بلبرنامج تباعي إنه إنه يحدد شو هي الداتا الكمبيوتر رح يأخذها ويحدد إيش هي الأكشن اللي رح يتم تنفيذها في عدة حالات فإنتي الآن عن طريق لغة اللغة اللغة اللي برمجة بتحدد برنامجك إيش رح يقرأ داتا وبتحدد الآن شو أكشن رح تتخذهم بحيث توصل آخر شي للنتيجة اللي أنت بدك ياها Instructions from all different languages are converted to machine languages zeros and ones by compilers الآن كل التعليمات أو كل الinstructions من أي لغة برمجة لابد إنه يتم conversion لابد إني أحولها إلى المachine language لابد إني أحول أي برنامج بأي لغة برمجة لابد إني أحوله إلى المachine language لابد إني أحوله إلى المachine language عشان الكمبيوتر يفهمه عشان الكمبيوتر يفهمه الآن بتم تحويل البرنامج من لغة البايثون أو من لغة C++ أو من أي لغة أخرى إلى المachine language عبر إشي بنسميها translator عبر إشي بنسميها translator مثال عليها اللي هو الكمبيلر مثال عليها اللي هو الكمبيلر فهذا عبارة عن مترجم عبارة عن مترجم بترجم لك البرنامج من لغة زي C++ أو زي البايثون أو زي مثلا الباسكال وبيحول إياها إلى المachine language لأن هذا الإشي ليش هذا الإشي بصير لأنه لأنه الكمبيوتر ما بيعرف إلا المachine language لأنه يعني الكمبيوتر ما بيعرف إلا المachine language ما بيعرف إلا اللغة الآلة طبعا المachine language اللي هي zeros and ones هاي عبارة عن zeros and ones يعني تحكي عن مثلا zero one zero one 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 zero إلى آخر هاي عبارة عن المachine language اللي هي البت اللي هي البت والبت إما بيكون إما زيرو أو البيت إما بيكون zero أو فهي هي لغة اللغة المachine هاي اللغة اللي بيعرفها يعني هذا اللي بيعرفها يعني الكمبيوتر في بالتالي إذا أنت كتب برنامج لغة البايثون أو بأي لغة ثانية وبدك تنفذه على الكمبيوتر لابد إنك تحوله إلى المachine language لابد إنك تحوله إلى المachine language عبر اللي نحن نسميناهم يعني هذا الـ translator من الأمثل اللي هي اللي هي اللي يعني الكمبيوتر فالآن كمختصر الآن عندنا هنا program in programming language أوكي program written using programming language 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 الآن هذا بتم تحويله translation إلى machine language إلى machine language طبعا عبر عبر الكمبيوتر عبر يعني هذا الكمبيوتر فإنتي الآن عندك أي برنامج بلغة C++ أو Python أو أي لغة أخرى لابد إني أحوله أنا إلى المachine language إلى لغة المachine هي 0 1 عبر إشي بنسميها يعني هذا translator ومن الأمثل عليها اللي هو compiler طبعا بتم تحويله الآن إذا كان البرنامج تبعك صح من ناحية syntax ومن ناحية grammar إذا أنت كنت كاتب ببرنامج syntax ومن ناحية اللي يعني grammar صح ما في أخطاء الحالي هاي بترجم لك إلى machine language بترجم لك إلى 0 1 الكمبيوتر بيعمل run للمachine language الكمبيوتر بيعمل run للمachine language طبعا المachine language هون بتكون الشباب على شكل instruction هون المachine language البرنامج لما بحوله للمachine language بيكون على شكل تعليمات على شكل instructions جاهزة أدخلها على CPU وCPU بيعمل لها run جاهزة أدخلها على CPU وCPU بيعمل لإلها run طيب شباب أحد عنده أي سؤال هنا أحد عنده أي سؤال طيب واضح يا شباب واضح واضح دكتور تمام Translator طبعا الشباب ممكن يكون على شكل compiler وفي عندنا إشي آخر خليني أذكركم مياه كمان ممكن يكون على شكل interpreter interpreter بريتر يا كمبيلر يا إنتر بريتر يا كمبيلر يا إنتر يعني يعني بريتر هذول يعني بيكون عبارة عن مترجمات طبعا بيكون واحد منهم طبعا حسب اللغة هذا الإشي حسب اللغة لكن هون الآن بذكر عنكم بس نوع واحد منهم ما في إشكالية أوكي الآن عندنا شباب الـ Categories of Programming Language عندنا الآن تصنيف للغات البرمجة عندنا الآن تصنيف للغات للغات البرمجة فممكن أن الآن أصنف ها إلى نوعين أول نوع فيهم اللي هو High Level Programming Language وعندنا نوع الثاني أو النوع الثاني اللي هي Low Level Language في عنا الآن أول نوع منهم اللغات البرمجة عفوا اللي هي High Level Programming Languages More User يعني Friendly Which Graphical User Interface الآن عندنا لغات البرمجة عالية المستوى هاي اللغة عالية المستوى عالية معناها هي قريبة إلى الإنسان هي قريبة إلى الإنسان وبعيدة عن الكمبيوتر بعيدة عن الهاردوير عشان نحن حكينا عن High Level عبارة عن High Level فهي قريبة إلنا نحن كبشر وهي بعيدة عن المشين أو عن الهاردوير بينما لما أحكي عن Low Level Language Low Level Language هي لغات برمجة اللي مستواها متدني معناها Low Level Language هي قريبة على الهاردوير Low Level هاي بتكون قريبة على الهاردوير أو قريبة على الكمبيوتر وبعيدة عن الإنسان بعيدة عن الإنسان طيب الآن بالنسبة للهاي من صفاتها إنها GUI GUI إلها واجهة رسومية وسهل التعامل معها إنت الآن لما تكتب برنامج بلغة برمجة تعتبر High Level Programming Language التعامل معها السهل فيها واجهة رسومية بعضهم بدعم إنك تضيف كبسة إنك تضيف تكستبوكس إنك تضيف صورة تلون إشي معين تكبر النص تصغر النص أنت بتتعامل معها بسهولة عالية جدا يعني منكم اللي طبق أو جرب Visual Basic التعامل معها كان يعني كثير سهل أظن غالبيتكم الآن بتتعامل مع لغة يعني البيثون كمان التعامل معها كثير سهل فهي عبارة عن User يعني شو Friendly سهلة التعامل معها وبتدعم GUI اللي هي Graphical User Interface الآن خاصية الثانية من Programming Language اللي هي Platform Independent يعني غير معتمدة على الآلة غير معتمدة على الآلة Platform Independent غير معتمدة على الهاردوير مش معتمدة على الهاردوير يعني أنت الآن ممكن تكتب كود بلغة لهاي لفل language على كمبيوتر وتنسخه وتأخذه على كمبيوتر ثاني بعمر رن تودي زميلة لإلك عايش بالسوريا عايش بالفلسطين عايش بالسعودية على كمبيوتر وبشتغل عنده فإنت الآن البرنامج عم بنكتب على كمبيوتر وعم تنقله إلى كمبيوتر ثاني وثالث ورابع وخامس وعم بشتغل فبالتالي هذا نحن بنحكي عنه platform independent إنه غير معتمد على الهاردوير مش معتمد على الهاردوير فهي من صفات الhigh-level programming language statement can be translated into one or more machine language instructions by a compiler الآن كل statement أو كل أمر بالhigh-level programming language ممكن يتم تحويله إلى one or more instructions ممكن يتم تحويله إلى one or more instructions عن طريق الترانسليتر اللي حكينا عنه مثال اللي هو يعني compiler يعني مثلا إنت الآن ممكن تكتب لي برنامج يعني python program مثلا لأنه python مثال على لغة برمج عالية المستوى python program هيتعتبر high-level programming language لغة python مثلا consist of five lines البرنامج تبعك في خمس أسطر could be converted ممكن يتم تحويله عن طريق يعني عن طريق الcompiler to مثلا 20 instructions ممكن يتحول إلى 20 instructions إلى 20 instructions طبعا هذا كمثال هذا كمثال بالتالي كل line فيهم تقريبا تم تحويله إلى for instructions فإذا كان عندي python يعني program في خمس أسطر فتم تحويله إلى 20 instructions فلاحظوا معي أنه كل line أو كل statement تم تحويله إلى one or more instructions إلى one or more instructions هذا الإشي طبعا شو ساعد ساعد على البرمجة صارت البرمجة عملية سهلة جدا صار ما في داعي أنت تكتب instructions instruction by instruction بدل ما أكتب أنا 20 instruction لا أنا عم بكتب خمسة line بال python وممكن يكون أقل فهذا الإشي بيخلي عملية البرمجة أسهل بيخليك أنت الآن كمبرمج أنك تكتب برنامج قصير ويؤدي أغراض كثيرة بدل ما أنت الآن تأخذ على البرنامج أربع خمس ساعات وانت تكتب فيه ممكن تكتب نفس البرنامج خلال نص ساعة خلال نص ساعة لأنك أنت الآن متعامل مع لغة برمجة عالية المستوى بينما إذا أنا بدي أكتبها ك بدي أكتبها باللوليفل رح يأخذ معك وقت كثير وبحاجة تدخل تفاصيل كثيرة وتكتب كود طويل بينما هنا أنا بكتب كود قصير لكنه بيأدي مهام كثيرة ليش لأنه لغة البرمجة فيها مرونة عالية جدا وهي بتعمل اختصارات هي بتعطيك اختصارات وبحيث أنه كل سطر ممكن يتحول إلى one or more instructions لكن at least at least إنه كل أمر بالhigh تحول إلى one or more instructions يعني على الأقل إلى one or more وطبعا غالبا أكثر من one instruction إلا عندنا هنا كأجزامبل على الhigh programming لانجوج عندنا لغة C C++ الجافا C sharp Fortran Ruby Python Visual Basic إلى آخر هاي عبارة عن أمثلة على high programming language على لغات البرمج وعالية المستوى وحتى هذول في فروقات بيناتهم فروقات طبعا هائلة في فروقات هائلة يعني زمان الناس كانوا يبرمجوا مثلا بلغة يعني هذا Fortran طبعا هاي لغة للعمليات الحسابية الآن ما نهدر حدا يشتغل فيها حتى هاي أصلا تعتبر لغة قديمة جدا لغة C++ وهي اللغة كانت معتمدة عندنا بالكلية وكان أي طالب يجي عندنا على IT أول ما يتعلم يتعلم لغة C++ طبعا لغة C++ هاي عبارة عن تطوير عن لغة C الآن طالع الآن الجامعة عمد درس عندنا بالIT لغة البيثون اللي هي لغة سهلة لغة بسيطة object oriented ولغة مشهورة جدا وإلها تطبيقات هائلة إلها تطبيقات هائلة جدا يعني وإنت الآن تتعلمها لغة بسيطة ممكن تكتب لي فيها code لل AI ممكن تكتب لي code فيها لل processing مثلا ممكن تكتب لي فيها data analysis ممكن تكتب لي فيها لأشياء الإحصائية ل data science ممكن تبرمج android ممكن تبرمج السيرفر بالبيثون فالبيثون الآن هي لغة رائعة لغة بسيطة لغة سهلة وإلها تطبيقات هائلة جدا وفي عندك مال لغة C-Sharp اللي هي تطوير عن لغة C++ مستخدمة وجيدة وكثير ناس الآن بيعملوا تطبيقات بعملوا تطبيقات عن طريق لغة C-Sharp عندنا لغة الجافا هي اللغة اللي الآن بيبرمجوا فيها الاندرويد أغلب تطبيقات الاندرويد بيتم ببرمجتها بالجافا لغة الجافا مثلا أغلبكم أكيد عنده تليفونات اندرويد يعني هذا أنا متأكد منه فتطبيقات الاندرويد والاندرويد نفسه مكتوب عبر لغة الجافا واللي هي لغة قوية لغة رائعة ولغة مش سهلة لغة الجافا واللي بده يتعلم اندرويد زمان كان بحاجة يتعلم الجافا كان بحاجة انه يتعلم الجافا اللي بده يكتب كود للاندرويد أو يعمل تطبيقات الاندرويد طبعا الآن طالع لغة اللي هي كوتلم اللي صار اشكالية بين شركة بوجل مع شركة أوراكل شركة الأوراكل هي عملت الجافا فصار بناتهم اشكاليات على انه شركة جوجل عملت الاندرويد بالجافا وبالتالي شركة الأوراكل احتجت وحكت للجوجل انتو عم تربحوا مليارات من الاندرويد اللي هو معمول بالجافا والجافا لغة لنا نحنا فمهم صار مشاكل إلى آخره فالشركة جوجل الآن عم تعتمد لغة هذا كوتلين كلغة لبرمجة الاندرويد فالآن أي طالب يبرمج اندرويد نصيحة لإله يشتغل على الكوتلين مباشرة يتعلم كوتلين مباشرة وفي عندنا كمان لغة الروبي وعندنا كمان لغة الفيجو والبيسيك الفيجو والبيسيك لغة يعني هي لغة كثير بسيطة لكن يعني اللي بدو يتعلم لغة ببرمجة هلأ بنصحه بالC++ أو بالجافا أو بالبيثون هدول اللغات اللي بنصحوا فيها إما بالC++ أو الجافا أو البيثون طيب الآن هذول يا شباب عبارة عن أمثلة على الهي لفيل الاندرويد الاندرويد الآن رح ننتقل نحن للنوع الثاني اللي هو قليلة المستوى اللي مثل ما حكينا اللي هي بتكون قريبة على الهاردوير قريبة على الهاردوير عشان يك حكينا عنها لول لغة الآن مثال عليها Language لغة الأسممبلي هذا مثال على لغة الأسممبلي لغة الأسممبلي تكتب فيها instructions. تعمل فيها instructions. لغة assembly تتعامل مع الهاردوير مباشرة تتعامل مع registers اللي هي عبارة عن ذاكرة سريعة جدا بتكون بالCPU تتعامل مع مواقع الرام مع مواقع الرام مباشرة انت بتكتب كود تتعامل مع آدلس معين جبل الرام لغة قوية لكنها الكود تبعها طويل. إذا بدك توبته برنامج بالأسمبلي. طبعا أنا أخذت الأسمبلي بهالزماناتي وطبقنا عليها كود يعني كان كتابة الكود عليها عملية مش سهلة أبدا اللوب كان فيها صعب أنك تعمل لوب أو تعمل حتى جملة if بحاجة أنك تقفز من مكان إلى مكان. أنك تعمل jump من موقع إلى موقع والخطأ إذا كان عندك خطأ باللغة الأسمبلي رح تتغلب تأنك تلاقي وتأنك تعمل على إصلاحه لكن حلاوتها إنها إلها أكسس على الهاردوير أكسس هائل إلها أكسس على الهاردوير يعني في بعض الناس اللي كان يعمل فيروس كان يشتغل بالأسمبلي لأن الأسمبلي إلك أكسس على الهاردوير بشكل قوي جدا أوكي similar to the machine language رح تكون قريبة على لغة المشين أوكي هي الآن قريبة على لغة المشين كيف؟ المشين المشين يعني ممكن أنت الآن تعمل instruction مثلا من 8 bit عبارة عن مثلا 0 0 1 1 1 0 1 1 هاي عبارة عن instruction أربعة 8 bit عبارة عن instruction بالمشين اللي هي zeros and ones إذا أنا بدي أكتبها بالأسمبلي ممكن تكون مثلا مثلا add sorry ممكن تكون add a كما b إنه أجمع الوجسترز a and b وضعهم بa في بالتالي أنا الآن بالمشين language إذا بدأكتب هذا الأمر بكتب على شكل 0011 1011 إذا بدي أكتب هذا الأمر بالأسمبلي بالأسمبلي كنت بكتبه add a كما b هاي عبارة عن instruction بالأسمبلي نفسها كمثال طبعا هذا كمثال وممكن تكون هاي الانسترز بالمشين فالأسمبلي أو المشين كلاهما بتكتب فيها الانسترز تكتب فيها instructions لكن الأسمبلي عبارة عن تطوير عن المشين يعني المشين زمان كان لما يعملوا ببرمجة لأي كود لما يكتبوا برنامج كانوا يكتبوا بالzeros and ones تخيل الصعوبة اللي فيها أنت الآن عم تبرمج zero and one zero and one طبعا هذاك الوقت كانت الكمبيوترات بطيئة جدا يعني هذا بحكي أنا عن الأربعينات عن فترة الأربعينات أو عن فترة الخمسينات فكانت البرمجة صعبة جدا وإذا كان بالبرنامج فيه error هاتدور عليه ممكن بت واحد بس بت واحد منهم يكون zero انتو قلب ولا one ومدخله مدخلي مثلا حوالي خمسة آلاف بت بت واحد عندك غلط بكون برنامجك فيه خطأ وهاتدور عليه وهاتلاقي فالتعامل معها كان machine language كثير صعب طلعوا بعديها الassembly فصار بدل ما أكتب أنا zeroes and ones لأ عم بكتب كلمات زي add a and b أو move أو ما تران يعني interrupt إلى آخره فصارت الassembly البرمجة فيها أسهل لكن لازلت أنا بتعامل مع instructions لازلت أنا بكتب instructions and instruction is translated into one machine instruction by an assembler الآن بما أنه أنا بكتب لغة برمجة عبر الassembly والكمبيوتر ما بيفهم إلا machine language فإذن لابد أحول برنامج الassembly إلى machine language عبر الassembly فإذن كل instruction بالassembly لابد أني أنا أحولها إلى machine language لابد أن أحولها إلى تعليمة بالmachine عن طريق الassembler عن طريق الassembler مثل ما نحن هنا بالhigh level كنا نحول أي برنامج بالhigh level إلى machine language عن طريق اللي عن compiler هنا أنا أحول أي برنامج من الassembly language إلى machine بحوله عن طريق الassembler لأنه مثل ما حكينا الكمبيوتر ما بيعرف أو ما بيفهم إلا machine language اللي هي عبارة عن zero and one اللي هي عبارة عن zero and one طبعا أكيد الآن الassembler بيحول لك الassembly language أو assembly يعني program إلى المachine إذا كان ما في error إذا ما كان في أخطاء إذا أنت كاتبه صح حسب السينتاكس حسب الجرامر وإذا كان عندك error إذا كان عندك خطأ ما بيحول لك يحكي لك البرنامج طبعك في خطأ صلحه بعد ما تصلحه بيحول لك وهذا الاشي بجميع لغات اللغات البرمجة إذا تكتب برنامج بأي لغة المترجم ما بيحول لك إذا كان برنامج ما في error إذا كان يعني البرنامج تبعك ما في error فإذن هذول هما نوعين نوع لغات البرمجة اللي هما الـ programming language والـ programming language طيب شباب حتى عنده أي سؤال هنا أنا دكتور بس كنت حابة أسأل عن اللغات البرمجة لهم الـ Python والـ C++ نعم الـ Python هي أسهل تمام بس يعني اللي إحنا بنستخدمها حاليا بالشركات أكتر هي الـ Python أو C++ حسب الشركة حسب الشركة الآن سؤال كتير حلو الآن إذا إذا بدنا نبرمج مثلا operating system إذا بدنا نبرمج operating system عادة بيستخدموا C++ بيستخدموا C++ إذا بدنا بيبرمج مثلا الـ Games في ناس بيبرمجوا games بالـ C++ وفي ناس بيبرمجوها بالـ C Sharp وقوي جدا وفي ناس بيبرمجوها بالـ Python في ناس بيبرمجوا games بالـ Python الآن يعني قد تكون كل واحد فيهم إلهم إلها فوائد حسب المجال اللي نحنا بدنا يعني نشتغل فيه مثلا بدنا نشتغل نحن الآن بالـ Data Science بالـ Data Science أو بالـ Data Mining بالـ Data Mining هي تنقيب عن البيانات بالـ Data Mining C++ انساها والـ Java انساها بدنا تشتغل على الـ Python بدنا تشتغل على الـ Python أو فيعن لغة أخرى اللي هي اسمها الـ R لغة الـ R هاي لغة لـ Data Analysis رائعة جداً وهي لـ Data Analysis لتحليل البيانات لتحليل البيانات مثلاً بدك تبرمج مثلاً الأبل أبل حتى بيستخدموا لغة برمجة خاصة فيهم أنا يعني لا يعني لا أذكرها يمكن ربي يمكن أنا مش متذكر لكن لهم لغة برمجة اللي بده يبرمج تطبيقات الآيفون بحاجة يبرمج على لغة برمجة خاصة فيهم أظن إنها ربي أو أنا مش متذكر اللي حسب المجال الشخص بده يطبق أو بده يبرمج فيه رح يختار لغة برمجة يعني مثلاً مثال آخر إذا واحد بده يبرمج الآن تطبيقات الأندرويد مثل ما حكيت البايسون ممكن استخدمها لبرمجة تطبيقات الأندرويد لكن الجافا أنسب الجافا أنسب ولغة الكوتلين الكوتلين كمان أنسب لغة الكوتلين كمان أنسب فحسب المجال للشركة حسب المجال للشركة لكن الآن بالجامعات عندنا بتم اعتماد لغة البايثون ليش لأن هذه ما حكيت لغة سهلة لغة بسيطة ولها تطبيقات كثيرة ولها كوميونيتي هائل إنت لان تمر عليك أي مسألة اعمل سير تشعر على جوجل رح تلاقي آلاف الناس اللي بيساعدوك أو الببرمجين بيحلوا هاي المشكلة يعني يعطوك رأيهم بموضوع يعني 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 معين بالبايثون عندنا حوالي 15 أو 16 ألف لايبرالي في عنا مكتبات هائلة جدا انت الآن بدي تكتب برنامج مثلا للأي آي بدي تكتب برنامج للمشين ليرنين بدي تكتب برنامج داتا ساينس بدي تكتب تعمل جيم البايثون فيها تطبيقات كثيرة جدا فيها لايبرالي كبيرة جدا لكن ممكن الآن في حالات معينة انت تحكي لأ البايثون مش مناسبة ممكن اختار لغة ببرمجة ثانية حسب المجال الشركة اللي بتشتغل تمام يا صبي اللي سألتني تمام دكتور اسلام الله يسلام اكما عرفك طيب شباب حد عنده اي سؤال حد عنده اي سؤال طيب اوكي مدام ما في السؤال سوري طبعا انا في يعني نصيحة حكيت للكم الطلاب اللي بياخدوا لغة برمجة اول لغة برمجة اهتم فيها بشكل كبير يعني بعده الطلاب اخذيني البايثون هلأ هنصيحة لإلك هنصيحة لإلك لغة البرمجة درسها مظبوط اكتب فيها كود مظبوط نحن الآن أونلاين والأونلاين له سلبيات كثيرة لكن نحن الآن مضطرين على هذا الوضع تواهتم شايفين الوضع كيف والإصابات والوفيات إلى آخره والأثار السلبية الاقتصادية والنفسية والصحية هذا الإشي واضح فنحن الآن مضطريني على الأونلاين لما تتعلم لغة برمجة اتعب عليها مظبوط لأنه أول لغة برمجة إذا أخذتها وما فهمتها رح تتغلب راح تتغلب باقي تخصصك راح تتغلب فيه كثير وإذا تخرجت ورحت على شركة وما عرف تكتب كود بسيط عندهم يعني ما بعرف فأنا هذا الإشي عم بلاحظه أنا بدرس مساقات لأسطلاب سنة ثالثة ورابعة في طلاب IT بوصل IT سنة رابعة ما بعرف تكتب كود هذا بعد ما يتخرج ما بعرف إيش رح يعمل ما بعرف إيش رح يعمل والطلب على المبرمجين طلب هائل أنا بعرف طلاب من زمان هو طالب الجامعة كان برمج أندرويد برمج تطبيقات أندرويد ويكتب لكود بسيط بعضهم كان يطلع دخل يومي عشرة وعشرين وثلاثين دولار دخل يومي كان يطلع هذا قبل ما يتخرج وفي طلاب بتخرج فوراً بيشتغل بتلاقي يتعم على حاله أخذ دورات درس مساقاته مزبوط بالبرمجة تعب على حاله بعد ما يتخرج فوراً بيشتغل بالمقابل في طلاب بتخرج معدله ستين ونص ممكن ونص مساقات وخمسين بيقعد بعد ما يتخرج سنة وسنتين وثلاثة وأربعة ما راح يشتغل ما راح يشتغل فالآن أنا بنصحكم اللي بياخذ لغة برمجة اتعب عليها مزبوط الدكتور لو عطاك خمس وظائف تحكي له عطينا عشرة بدالهم البرمجة كل ما بتكتب كود أكثر كل ما بتفهمها أكثر كل ما بتكتب كود أكثر كل ما بتفهمها أكثر وكل ما بتحل مسائل أكثر كل ما بيزيد فهمك لإلها وهي مجال حلو مجال رائع مجال ممتع هايك نصيحة لإلكم طيب الآن خلينا ننتقل للسلايد التالي program يعني development cycle الآن راح ناخذ نحنا دورة تطوير البرمجيات دورة تطوير البرمجيات طبعا هذا الإشي ممكن بشبه الشابتر السابق اللي هو software يعني engineering إنه لما نطور البرمجيات بنمر بعدة مراحل لكن هنا نحنا بنحكي عن تطوير البرنامج يعني عن تطوير عن تطوير البرنامج يعني إنك إنت كبروغرامر أو كديفلوبر مديرك أو مسؤولك بحكي لك أنا عندي مشكلة معينة حل لي إياها وكتب لي كود لحلها فإنت الآن راح تمر بعدة خطوات إنت كمبرمج راح تمر بعدة خطوات بحيث تعمل لحل المسألة اللي أعطاك إياها يعني مديرك وإنك تعمل برنامج وتكتب كود وتحل هاي المشكلة فهي هي البروغرام ديفلوبمنت سايكل اللي هي دورة تطوير البرمجيات قبل ما تبلش بكتابة الكود يعني البعض فينا أو البعض منكم يمكن أول ما يتم عرض أول ما شوف سؤال كودنج فور ما يكتب كود فور ما يبلش كتابة كود لما تنسى السؤال معين أو تكون عندك مسألة معينة قبل ما تبلش بكتابة الكود بحاجة للأشياء الآتية You need to sit down and think بحاجة إنك تقعد وتفكر بحاجة إنك تفكر قبل ما تكتب الكود بدك تفكر الآن وتعمل اللي حكينا عنها هل من شوية تعمل algorithm تعمل algorithm Break the process into a series of tasks قسم المسألة إلى عدة مسائل قسم المسألة إلى عدة مسائل هذا عبارة عن مبدأ في البرمجة هذا عبارة عن مبدأ في البرمجة Divide and يعني Conquer بحكوا عنه قسم بتسود إذا أنت عندك problem معينة عندك مسألة معينة الأصل فيك تفكر بحلها وتقسمها إلى عدة مسائل فرعية والمسألة والمسألة الفرعية تقسمها إلى مسائل أصغر إلى أن تصل إلى مسائل صغيرة جدا إلى problems صغيرة جدا إلى tasks صغيرة جدا بعد هيك بتعمل على حل كل tasks على حل كل مشكلة صغيرة وبتجمع الحلول مع بعض البعض وبالأخير بصير عندك الحل النهائي فهذا عبارة عن مبدأ في البرمجة وهذا المبدأ لا متبع أنت لا ما تكون موظف بشركة مبرمج بشركة مدير الشركة لا بحكي لكم عملوا لي برنامج يعمل الآتي أو عندي problem سووا لي حل لإلها بتبعوا لي برنامج لإلها فأنت فأنت بتجتمع مع مديرك مع مجموعة زملاء لإلك وبتناقشوا كيف ممكن حل هاي المسألة بعد هيك بتضعوا الالغروثم بعد هيك بتم توزيع العمل أنت بتكتب جزء من الكود زميلك بكتب جزء من الكود زميلك الثالث بكتب جزء من الكود بعد هيك بتجمعوا هاي الحلول مع بعض وبصير عندك الحل 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 الأخير لابد أنك تمر بالخطمات التالية أول شي Problem Investigation اللي هي Problem Definition إنك تقوم بتعريف المسألة تعريف المسألة بشكل واضح بعد هيك Problem Analysis اللي تعمل تحليل للمسألة What are the Inputs and Outputs تحدد إيش هي المدخلات وإيش هي المخرجات Algorithm Design and Representation CD Code or Fraud Chart هون الآن بدك تعمل على إنشاء الخوارزمية تعمل على تصميم على إنشاء على إنشاء الخوارزمية اللي هي خطوات حل المسألة اللي هي خطوات حل المسألة بعد هيك Programming اللي هي Coding إنك تكتب Code أو تعمل البرنامج تكتبه بلغة برمجة تكتبه بالPython بالC Sharp بالJava إلى آخره آخر إشي التستنج and Debugging اللي هي Refining the Algorithm آخر إشي بدك تعمل التستنج للبرنامج بدك تعمل إله هي Debugging بدك تجرب تعمل اختبار إله على أكثر من test data على أكثر من test data في بالتالي الآن اللي هي يعني الProgram هي Development Cycle بتمر بالProblem definition أو الProblem Investigation بعد هيك الProblem Analysis بعد هيك Algorithm Design and Representation Programming وتستنج and Coding طيب الآن هذو هما الخطوات الآن رح نحكي عنهم بالتفصيل رح نحكي عنهم الآن بالتفصيل أول شيء الآن Problem Definition Problem Definition مثل ما بيحكوا فهمك للسؤال نصف الإجابة فهمك للسؤال نصف نصف الإجابة هذا الإشي سواء في البرمجة أو بأي إشي آخر لما يكون عندك سؤال افهم السؤال شو المطلوب منه بالضبط بعد هيك بلش بالحل البعض بيقرأ نصه للسؤال ببلش بالحل ما بنتبه للنصف الثاني اللي هو قد يكون فيه أجزاء المهمة جدا وقد تكون أنت عم تحل في جهة والدكتور بده إشي ثاني في جهة ثانية فأنت الآن لما تمر عليك أي مسألة أو أي سؤال افهم السؤال الآن بدك تعمل أنت برنامج بدك تطور بقية برنامج افهم البروبلم المسألة المشكلة اللي عندك افهمها تماما What is the question What are the inputs What are the output requirements بدك تفهم الآن إيش هي السؤال إيش هو المسألة بعد هيك الآن بدك تحدد شو هي المدخلات بعد هيك بدك تحدد إيش هي الoutput requirement إيش هي المخرجات This can be This can often be accomplished simply by هذا الإشي ممكن يصير عبر Interviewing expected users and customers who will use and manage the problem يعني program ممكن الآن يتم عمل هذا الشيء عن طريق interview يعني كيف مديرك حكى لك أنت كمبرمج عندنا بالشركة أنه عندنا مشكلة معينة بالشركة بتواجهنا فيا جماعة حلولنا إياها هاي المشكلة فأنت الآن كمبرمج بتعمل interview بتعمل مقابلة تقود مع مديرك تحكيله لو سمحت بدي بالتفصيل شو المشكلة اللي عندك وشو الأشياء اللي أنت بدك إياها من السystem أو من البرنامج أنت الآن شو ممكن تعطي البرنامج input وشو متوقع منه output فهو بيعمل مقابلة مع المدير بيعمل مقابلة مع الناس اللي راح يستخدموا هذا البرنامج راح يتعاملوا معاه سواء كانوا employees موظفين أو كانوا ككستمر أو كانوا عملاء بيعمل معهم مقابلة أنت الآن كعميل شو متوقع من البرنامج معنا أنه يعمل شو بدك تعطي input شو متوقع منه output فهو بيعمل مقابلة والمقابلة بتهم كتابتها كتابة مع الكستمر مع الemployees مع المانيجر وكل واحد فيهم الآن بيكون له متطلبات بيكون إلى آراء أنه أنا بدي system يعمل الأشياء الآتية أنا متوقع منه output يعطينا الأشياء الآتية بدي واجهة تكون سهلة بدي نظام ما يكون بطيء بدي نظام شغال 24 ساعة إلى آخره فبيعمل developer interview بيعمل مقابلة عشان يفهم منهم شو اللي بدهم يا بالضبط بعد هيك studying the standard operating أو يعني procedures إنه بدهم يدرسوا كل السيناريوهات الممكنة يعني شو السيناريوهات طيب لما تمر عليكم هاي الكلمة سيناريوهات بتذكركم بإيش السيناريو إيش هو طيب السيناريو ما سمعتوا هاي الكلمة سيناريو إذا ما رقت عليك هاي الكلمة إيش بيخطر على بالك أنا الصراحة بيخطر على بالي الأفلام والمسلسلات اللي يبتيج الأشياء اللي بيكتبوها تمام تمام زي الفيلم أو زي المسلسل لما يكون عندك مسلسل أو فيلم بيمر بسيناريو معين والسيناريو هي تسلسل الأحداث تحكي طيب هلأ إذا البطل مات بنص الفيلم شو ممكن يصير إذا بنص الفيلم مثلا صار أكشن يعني معين طيب هذا الأكشن لو مصاري شو ممكن يصير أنت الآن هون بتمر بتسلسل الأحداث هذا هو نسمي يعني شو السيناريو نفس الإشي الآن هون نفس الإشي هون الآن نحنا بدنا نكتب برنامج بدنا نكتب برنامج لحل مسألة معينة بدك تعالش كل السيناريوهات وبدك تدرسها بدك تدرس كل السيناريوهات يعني البرنامج نحنا بنعرف أنه بيأخذ input وبيعمل معالجة بيعطيك output الآن إذا الـ input كان input معين ممكن يمر بتسلسل الأحداث ويعطيك output وإذا الـ input كان input تاني قد يمر بأحداث أخرى عشان يعطيك output مثال على ذلك مثال على ذلك الآن مثلا بدي أعمل تقسيم divide two numbers يعني بدي أعمل البرنامج يقرأ رقمين ويقسمهم على بعض يقسمهم على بعض توقعاتكم لما يقسم رقمين على بعض إيش مطلوب يعطيني إيش مطلوب يعطيني سيناريوهات يعني إذا قسمت رقم الرقم إيش مطلوب يعطيني هل يبعطيني string لا بنطينا رقم يعطيني رقم إنتجر لناتج القسمة ناتج القسمة تمام وهذا الناتج قد يكون إنتجر أو قد يكون float وغاليا بيكون float يعني رقم عشري أوكي طيب الآن شو ممكن نواجه مشاكل إذا قسمت رقمين على بعض يعني الغالبية حكا لنا بيعطينا أفون إذا حاولت أقسم على صفر يعيني عليك يعيني عليك إذا حاولت أقسم على صفر هاي حالة إذا حاول يقسم على صفر شو بصير عندنا بصير عندك error إنه لغة البرمجة تقسم إشي على صفر بيعطيك عليها error بيعطيك لها syntax بيعطيك عليها error يعني السيستم بيعلق فأنا الآن هذا السيناريو بدي يعالجه بدي يعالجه إذا أنا بدي أقسم الرقمين على بعض بدي أشيك على الرقم بلأنه بدي أقسم عليه إنه مطلوب ما يكون صفر إذا اليوزر بالخطأ دخل إنه بدي أقسم خمسة على صفر بالخطأ يعني هو دخل هاي الداتا وإنت الآن بدك تتوقع من اليوزر يدخل أي داتا ممكن اليوزر يحكي لك قلت له دخلي أول رقم عشان أقسمه على الثاني حكي لك أوكي هاي أول رقم خمسة وسيني رقم صفر فبدي أقسم خمسة على صفر إذا قسمها وعمر run السيستم بيعلق البرنامج تبعك بيعلق فأنا الآن هنا مطلوب هذا السيناريو أنا أعالجه إنه أنا أشيك على الرقم اللي بدي أقسم عليه وإنه ما يكون صفر وإذا كان صفر أنا ما بقسم إذا كان صفر أنا هذا بمر بالسيناريو بيتسلسل أحداث بحكي إنه هذا أنا ما رح أقسمه إنك أنت بدك تقسم على صفر بعملنا مشكلة هذ عبارة عن يعني شو يعني سيناريو فنفس الإشي الآن هنا لما نحن نعمل الحل مسألة يعني معينة مطلوب نشوف كل السيناريوهات اللي ممكن نمر فيها عشان نوصل للأوتوت وأشوف الآن إذا اليوزر دخل الداتا هاي ممكن أن أمر بتسلسل أحداث معينة تأني أعطيني الأوتوت بس اليوزر ممكن يعطيني إنبوت غريب ممكن اليوزر يعطيك إنبوت غريب فأنا كمان مطلوب عينة وحكي لك أنت الآن دخلي داتا خطأ لو سمحت ما دخل لي إياها لأنه البرنامج تبعك والسيستم تبعك مطلوب يشتغل على طول مطلوب يبقى شغال لو اليوزر شو ما دخل داتا مطلوب يبقى شغال ما يتعطلش هذا الأصل فيه وهذا البرنامج بنحكي عنه البرنامج القوي نفس الإشي الآن مثل ما حكينا هنا مطلوب أنت لو ما تعمل حل أي مسألة مطلوب تدرس كل السيناريوهات اللي ممكن تسلسل فيها الأحداث أوكي آخر إشي learning from similar يعني programs إنك ممكن أنت الآن تتعلم من حالات سابقة ممكن تتعلم من برامج سابقة يعني مديرك طلب منك برنامج لحل مسألة معينة أول إشي عملت الانترفيو وقابلت الامبليي والمانجر والكستمرز وسألتم شو بدكم شو بدكم شو متوقعين تعطوا system input شو متوقعين يتحصلوا على output شو بدكم خصائص إلى آخره بعد هيك درست أنت الآن كل تسلسل الأحداث كلها بحيث تضمن أنه البرنامج تبعك شغال على طول وبيعالج لك كل الداتا بعد هيك الآن ممكن أنت الآن تتعلم من برامج سابقة تكون عندك برامج سابقة حلة هاي المسألة أو مسائل قريبة عليها فبالتالي ممكن أنت الآن تتعلم منهم مثال على ذلك مثال على problem الآن رح نأخذ مثال على يا problem create a program that will determine the number of times a name occurs in a list of names هاي عبارة عن problem هاي عبارة عن مسألة لهي بدك تعمل برنامج بحدد عدد مرات تكرار اسم من قائمة اسماء بكرر بدنا نعمل برنامج بحدد عدد مرات تكرار اسم من قائمة اسماء يعني أنه عندي قائمة اسماء وعندي اسم معين بدي أشوف الاسم هذا بتكرر كم مرة بهاي القائمة بتكرر كم مرة بهاي القائمة هاي الآن عبارة عن problem عشان أحلها وأكتب ببرنامج بحاجة الأمور بالمراحل اللي نحن حكينا عنهم problem يا definition problem analysis algorithm يا design programming و testing and debugging طيب الآن من يحكي لي إيش هي الالغوريثم إيش أنا الآن ممكن أعمل algorithm عشان أحل هاي المسألة تفضل يا يا يزن إذا عندك سؤال أبعرف لا دكتور دي أجاوب آه أوكي يزن تفضل دكتور هسا إحنا منقدر نحل المشكلة عن طريق إنه نطلب منه يدخل list بعدين نطلب منه يدخل الاسم اللي بدنا نشيك عليه بدنا عن طريق جملة for نشيك على الاسم كمرة موجود داخل list ونعمل جملة print نحق فيها عدد كمع تمام أشكرك يا زن أشكرك الآن زميلكم يعطانا تفاصيل تفاصيل برمجية عما يبدو أنت آخر لغة برمجية صح آه دكتور أنا سنة ثانية آه تمام متاز طيب الآن زميلكم يا زن شو حكا حكا إنه بدنا ناخذ list of names آه سوري أول شي بدي أخذ list of names قائمة الأسماء list أرجو المعجل أنا أخطي بالبنس هذا كثير سيء طيب كمان بدي أخذ ال keyword خلين أكتبها الكي أختصار هي الكلمة اللي أنا بدي أبحث عنها وقائمة الأسماء بدي أقاهم لأنه هذون راح تكونوا ك-input هذون عبارة عن input بعد هيك الآن بدي أقارن هذا الاسم بكل اسم بالlist بحاجة طبعا لعداد لكاونتر سوري بحاجة لعداد لأنه أنا الهدف أنه أعد عدد مرات تكرار اسم من ضمن قائمة أسماء طيب فعندنا هنا الكاونتر أو سي أوكي فعند الكاونتر بتكون 0 وعندك الكي هنا فبدور على الكي في كل مرة بالlist هل بتسوي أول اسم أو لا إذا بتسويها بزيد الكاونتر واحد إذا ما بتسويها ما راح يزيد الكاونتر واحد بعدين بقارن الكي مع الاسم الثاني إذا كان بسوي زيد العداد كمان واحد قارن الاسم مع الكي مع الاسم الثالث قارن الكي مع الاسم الرابع الخامس السادس إلى آخر اسم فيهم فكل ما أعمل المقارنة إذا كان الكي بسوي النام اللي هنا بزيد على العداد اللي عندهم فهي عبارة عن الالغرثم هاي عبارة عن الخورزمية إنك تقرأ list of names راح تبحث عن بداخلهم بدك تقرأ الكي نيم اللي أنا بتبحث عنه بعد هيك بقارن الكي نيم مع كل اسم بالlist إذا كان بسوي بزيد عداد واحد إذا كان بسوي بزيد عداد واحد فهي عبارة عن الالغرثم اللي هي مجموعة خطوات حل المسألة طبعاً أنا تأني كتبتها أو تأني يعني سويتها بحاجة إني أكون فهمت المسألة تماماً فهمت المسألة تماماً إنه أنا بدي أكتب ببرنامج إنه يحدد عدد مرات تكرار اسم من ضمن قائمة اسماء هاي عبارة عن بروبلم فنحن الآن ممكن نكتب برنامج لإلها طبعاً هاي بروبلم بسيطة هاي بروبلم بسيطة جداً وكل ما يعني إذا اشتغلت بشركة إن شاء الله تعالى لا تتعرض لمسائل كبيرة لمسائل ضخمة فبدك تكتب برنامج ضخم البرنامج قد يكون أربع خمس أسطر أو قد يكون عبارة عن ألف ألفين سطر أو قد يكون عبارة عن مليون سطر قد يكون البرنامج عبارة عن مليون سطر يعني أنا كتبت برامج يعني أكبر برنامج أنا نفسي كتبته أظن كان فيه ثلاث أربع تلاف سطر كود كان فيه ثلاث أربع ألاف سطر كود كان برنامج بلغة البجاء والباسيك كان وقتها عندي مشروع طبعاً قاعدت فترة وأنا أكتب فيه يعني ما كتبته بيوم ولا بساعة قاعدت فترة طويلة جداً وهذا أنا ثويته بوحدي إذا أنت الآن اشتغلت بشركة ممكن أنت تكتب ألف ألفين سطر وزمنائك يكتبوا هذا الرقم فبالتالي أخرش تجمعو لكم مية مئتين ألف سطر كود فتعملوا برنامج أو تعملوا سوفتبر ضخم جداً لأنه نفس الفكرة ونفس المبدأ قبل ما تكتب الكود لابد أنك تعمل بروبلم ديفينيشن أنك تعرف المسألة تماماً وتفهم المسألة لأنه فهمك للسؤال نصف الإجابة أوكي طيب هاي الآن أول خطوة من مراحل بروغلم ديفلوبمنت سايكل أوكي طيب شباب أحد عنده أي سؤال هنا؟ أحد عنده أي سؤال؟ أنتك العافي دكتور عفاك الله معاك مصطفى ربابع يا أهلا مصطفى أهلا مصطفى كان لواء الكورة الله يباري فيك تفضل يا مصطفى جزء الفك لواء الكورة دكتور والله ما عندي لواء الكورة سلامات على كل حال سلامات لواء الكورة قزق لي من أنه حافظت قربة دكتور مش موضوعنا دكتور أنا رسا أنا بالبيت تمام قاعد بحاول أدخل على الموقع حال الكوز اللي بعد كم دقيقة مش رابط معي نهائياً شبكة النت عندنا على ما أظن وصلتك رسالتي دكتور أنا حد الآن قاعد بجرد بس يا مصطفى ما شاء الله صوتك واضح ممتاز عندي يعني صوتي واضح لأنه روحت على بلد ثاني عشان أستح حاول أستح الكوز مرة الماضية قلع مني من مرة ثانية قلع لك اليوم قبل شوية قبل شوية ترجمة نانسي قنقر